اشتركوا في القناة ونتابع تقرير عده فريق البرنامج بعد أكثر من سبعين عاماً على تشريدهم لا يزال سكان مخيم الجلزون للاجئين الذين يبلغ عددهم قرابة الأربعة عشر ألف نسمة يعيشون في مساحة لا تتجاوز ربع كيلو متر مربع في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة السكان يعانون من اقتضاد كبير في المخيم الذي يقع إلى الشمال من مدينة راملة وهو ما حوله إلى بنايات متراصة لا تصلح للسكن الآدمي في ظل شوارع ضيقة تكاد لا تتساع للمرين وترتفع نسب الفقر والبطالة داخل المخيم حيث وصلت إلى أكثر من 30% فيما ترتفع هذه النسب بين صفوف النساء وفقا لتأكيدات اللجنة الشعبية في المخيم وبعد تقليص خدمات الأنروا بقرابة 80% تفاقم الوضع في المخيم وانعكس بشكل كبير على الوضع الصحي والتعليمي والإنساني وخصوصا في المركز الصحي اليتيم التابع للأنروا وفي جمع النفايات والبنية التحتية المدمرة أصلا وأمام كل ما سبقنا تساءل ماذا تفعل اللجنة الشعبية في المخيم وما هي المشاريع التي أنجزتها على أرض الواقع وما هي موازنتها السنوية وما هي الإمكانات المتوفرة للنهوض بواقع المخيم أهلا بكم مرة أخرى يعني بداية أزمة السكن تعتبر واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه مخيم الجلزون اليوم يعني بيوت غير صالحة أصلا للسكن الآدمي بيوت غير آمنة على المواطنين وشح كبير في عرض هذه المنازل السؤال ماذا يفعل الشباب اليوم المقبل على الزواج لتأسيس أسرها جديدة والانطلاق في الحياة يعني أنتو تعرف إحنا صلنا 93 سنة لاجئين في المخيمات قائلنا وإحنا كنا على أمل أن نعود زي ما وعد العالم وعظونا كل الأطراف الدولية 73 سنة للأسف ضحقوا علينا وبدحقوا علينا الكادين 73 سنة فكر فيها الواحد لحاله كيف عايش فيها لحاله على نفس المساحة إحنا كنا 3 نسمة حاليا على نفس المساحة 14 غير لترون المخيم غير لحوالين المخيم أنا بحكي عن مساحة المخيم اللي هي حدود الوكالي حدود الوكالي إحنا 14 نسمة أو 15 نقريبا إذا مش أخطر عايشين على نفس المساحة من 3 سنة 20 سنة وبيوت آي للسقوط كلها طبعا إحنا تعرف وقالت الوقت بنت غرفة أو غرفتين لكل عري العري هدت لما توسعت وكبرت هدت وبنت عمودي طرت أنه تبني عدود لأنه فيش مديل وفيش مكان آخر أو فيش أرض عندنا إحنا إلا الأرض التي تتجرتها الوكالي لمدة 99 سنة طبعا متتجرة هذا الأرض من أهل جفنة وآل دورة ماذا يفعل الشباب في هذا الواقع؟ الشباب الله يقول بعونهم أولا الشباب لا أحدهم مهتم فيهم لا يوجد اهتمام فيهم في مشاكلهم الشباب عندهم مشاكل كثيرة الشباب بوجه بطالي تتكون من ثلاث أنواع اللي هي بطالي بين المساجين بطالي بين الخارجين وبطالي بين العمال تصور أنت ثلاث أنواع بطالي عندنا وهذه مطلقة وموجودة في المخيم في المخيمات أنا أحكي بشكل عام لأن المخيمات كل مشاكلها شبيهة في بعض فأزمة السكن أزمة مهمة جدا نشدنا الرئيس والرئيس أقرب تشكيل اللاجئ كابل أربعة أو خمسة سنين وكانت اللاجئ مشكري من الدكتور صابع ركاطل ونرحمه زخريا الآغة والمكتب التنفيذ ودرب شو اللاجئين إلا أنه ما حدث تبع الموضوع منهم وراحت الأمور رضينا أكدنا على الموضوع أكثر من مرة بعدنا رسائل أنه يا أخي أنتم المخيمات يعني إشي طبيعي تتمدد تتوسع إشي طبيعي لأنه فيش مجال تبني الدرعي للسقوط أصلا بنينا عموضي كلنا هدينا بنينا عموضي كيف أجد تيجي لليوم ولليوم لسه بنيطلع في طبقات يعني بكرة أبراج بيينين عنها وهذا البرج إذا أجد طهيرة أفق من الصحة عشواطي احتمالة النص المخيم احتمال طيب هل في هناك إحصائية لدى اللجنة الشعبية يعني عرض المنازل أي للسقوط في أي لحظة يعني شوف البيوت اللي بنت ترميم معظم البيوت بنت ترميم لأنها بيوت قديمة جدا زي ما حكينا ولا بيت مبني على أساس سليم معظم البيوت اللي بحكي بيوت بندهد هدينا عدد البيوت وبنينا إحنا والوكالي لناس كانت بيوتهم يعني قيل للسقوط في بيوت قيل للسقوط حاليا فيه بس قليل يعني القيل قيل للسقوط بس المعظم بده ترميم لأنه مشيتة المي بتخش عليهم الجميع النواح لناس ففي مشكلة في البيوت في مشكلة في البيوت مشكلة كبيرة في البيوت غير من البيوت في الهزق بعض. يعني مش عيشي. انت مش عايش بالمرة. انت ممنوع تتعيش أصلا. انت ممنوع تتنفس في ذلك وباء زي قرونة وغيره. هي حياة في المخيمات. فيش أماكن صحية لتعجر الناس. فيش أماكن عيادات صحية لتعجر الناس. فيش مقاومات. فيش مونية تعطية صحية أصلا. اللجنة التي تحدثت عنها قبل قليل. عندما تتراجعون المستوى الرسمي والسياسي. ماذا يقول لكم؟ يعني الكل بوعد على الفاضي. كله عدات. نحن بس نطرق لموضوع اللجانة الشعبية. كيف شكلت. كيف مزنيتها. أنا أحكي لك عن مزنيتها. بس المشكلة الأساسية أننا عايشين. يعني المظلومين الوحدين في الوطن. أكثر ناس. لهم اللاجهين. ظلموا. سياسيا وتاريخيا. ظلموا. هي من نكبي. وظلموا. ويظلمون الآن. لأنه قضيتها. أنا في مهبة الريح. قضيتها. ليس لا سردين ولا طحين. أصلا. أو أكبر تياسي. وأكبر غلطة في التاريخ. أنه أهلنا قبلوا في قائلة الوطن. أنا لو كنت موجود وكنت كبير في العمر. باكملش الوكالي. أنا مش شحاد. أنا صاحب حق. أنا مش أقعد 70 سنة. يعني بشعد على أبواب الأمريكا وغيرها. ومساعدات مشروطة كمان. مساعدات مشروطة. يعني 90% من الشعب. بأخذيش مساعدات في هذه الحالة. الاتفاقي الأخير الوقات الوكالي. مع الأمريكان. عشان رجل المساعدات. من دمين هل المسجون ممنوع يأخذ بإطلاقة مساعدات. أو يشتن في الوكالي. اللي بشتن في السلطة أو يشتن في الوكالي. اللي أبوه بشتن في السلطة أو يبنه بشتن. يعني فيه ممنوعات كثيرة جدا. إذا سجلت تنطر من الوكالي. إذا كنت موضع في الوكالي. وانسجلت بفصله فورا. يعني فيه مشكلة كبيرة بمواجهها قاعدين. فيه مؤامرة قضية بشكل عام. سنت إلى هذه القضايا بالتفصيل في سياق هذه الحلقة. ولكن كيف اليوم في ظل هذا الواقع الصعب. وهذه المشكلات الكثيرة داخل المخيمة بالجلزون. كيف ترى مستقبل الشباب في المخيمة؟. بالله مظلم. أنا أرى مستقبل الشباب مظلم. لأنه زي ما حكيت. أنا بشكل عام بحكي. بس في المخيمات يرى أكون مظلم أكتر. لأنه في المخيمات فيش أمل. لا أمل سياسي. ولا أمل إنه يعيش حياة كريمة الواحد. لحد الآن. غير إنه الفراء قاتل. يعني أنت لما شباب قاعدين 24 ساعة. في أجدهم فكروا؟. يأب فكروا في الانحراف الخلقي أو الانحراف الأمني. أو بدوا يصير رئيس عصابي. بعد من التلاقي. أو جميع الخطر علينا. المستقبل المستقبل المجهول للشباب. أنا أقول المستقبل المجهول. لأنه زي ما حكيت لك. ولا حدا مهتم في الشباب. لا مؤسسات سلطة. ولا مؤسسات تنظيمية مهتمة في الشباب. ولا حتى مؤسسات من الشباب مهتمة في الشباب. الشباب بفلصية ضاية. ونص ثلاثين شعب شاب يعني. 62% منه شباب. إذا ما نحقنا للشباب ودرنا بلنا عليهم. هذه مشكلة كبيرة. وراح تشكل مشكلة للجميع. لأنه لما أنا أفقد الأمل كشاب. بطكة لك. بطكة للجميع. حتى إذا أنا ممت بالتنظيم. راح لقل له التنظيم. لأنه التنظيم انتهى. التنظيم اللي بجددش حاله. التنظيم اللي بكونش فيه شباب. بنتها والعناقر حزب العمل قاد إسرائيل. 60 سنين. ونتهت خلال الزكاك لأنه قاد طرحهم. وبطل فيه تجديد فيه. وحتى مثقفين فيش فيه. فأي حزب بخلاء من الشباب والمثقفين أول عن آخر بنتها. نتابع هذا النقاش ولكن بعد مجموعة من المقابلات يعني قم بها فريق البرنامج داخل مخيم الجلازون. نتابعها ومن ثم نكمل هذا النقاش. بعد كنسلت خدمات الوكالة من عنا صار الحالة يرثلها. دل الله الشارع بحكي. نظافة مجاري شغلات زي هاي. عيادة ما فيش كثير فيها. هي قصة خدمات مخيم الجلازون. اسم هاللجل الشعبي لخدمات مخيم الجلازون. ففي عليهم ضغطات. من نقدرش نوضح الشوء ضغطات. ضغطات يعني من بره من بره المخيم. بحاولوا ويساندوا اهل المخيم. بحاولوا يقوموا بعملهم. ومشكرين كثير والله. التقصير مش منهم كاشخاص. التقصير من المادي. ما فيش مادة اللي يقوموا فيها بشكل كامل يعني. يعني المرافق العامة في المخيم. مش كثير مؤهلة انها تستوعب هالشباب هادول. دعم فرص الشغل. الشغلات البسيطة. او الامور البسيطة. بديش احكي عن مشاريع كبيرة. بدي احكي عن مشاريع يعني بسيطة. زي حرف. زي شغلات صناعية خفيفة. بتقدر تستوعب الشباب اللي عاطلين عن العمل. او اللي عندهم عمل وبحاجة لعمل اضافة. وبدو مرافق اللي لما يكون في عنده وقت فراغ. يقضي وقته فيها بطريقة يعني خلينا نكون بتليك في حياة البنية ده. عنا اقتضاث اول شي سكانة وعنا في المخيم نقص في خدمات البكالة من كل اشكال وتقلص التقليص مش طبيعي وعنا في المخيم عنا اقتضاث سكانة مش طبيعي ونقص في تموين اللي هو خدمات اللي هي بكت يتقدمها للوكالة فيها حفر وفيها خطوط مجاري بتطلع بر الشارع وفي عنا شغلات كتير غير صحية اللي يتعايش فيه اهل المخيم يعني ابونا المخيم يعني جيت اقول لك اياها ابونا المخيم اكثراته قديم وماللي كيعد بيطلع اربع خمس طبقات بزنبط لايزم توفرل الشباب جنب احنا يعني لشبابنا لازم توفر اراض عشان يبنوا يعني اقش ادخل اقترل Probleme نصف الحطان وعلي هذا هو المخيم يعني اقترة المخيم يعني اشتغلك قليات يعني لازم عشان الشباب يعني يبنوا ويتجوزوا و багا لازم توفرهم اراضي و يتجوزوا و ا shortage و ضع الغليان عنا بالبلد يعني استغلك امر و ضع البلد غيلي كثير يعني يعني يوم على محلها شو شكرة محلها؟ والله أنا أبونا قديم يعني هنصالت 28 سنة تقريباً الفاتح والاكسارة عندما تكون واكعة عم بيقدرش تهد ولا إشي ويعني أنا أقدر أهد يعني عند جارة بيقدرش أهد يعني أنا أقدر أهد هكي الكبه هكي الكبه هكي الكبه ببلش في الهد مطلوب اللجنة الشعبية أنا تشوف لاد المخيم يعني تشوف معاناتهم تدخل على لاد المخيم تساعدهم بتشغلهم يعني بيه كميه كبير كبير المخيمين بيشتغلوش الشعب كاصلحات شوارع اصلاحات للمياه كهرباء في مشاكل وأهل بتواجهها للمخيم يعني كافة كل اهل المخيم بتواجهها يعني زيقا مشاكل فلازم تتصلح الإقتضاء يعني أنه كعدد سكان كبير يعني الفجر سكان كبير وفيعني عدد بيوت ووييك قليل جداً في المخيم فيك اقتضاء سكان كبير يعني نوجه رسالة لجنة الشعبية أنه يعمل أصلحات للمخيم يعني من الجهات المعنية والمختصة في الموضوع هذا أهلا بكم مرة أخرى يعني مشكلات لا تعد ولا تحصى داخل المخيم السؤال أين اللجنة الشعبية من كل هذه المشكلات؟ يعني اللجنة الشعبية موجودة واللجنة الشعبية قدمت المخيمات نحن بجوز من وجه مشاكل مع الحكومات المتعاقبة اللجنة الشعبية قصت في الـ 96 عشان تخفف من معاناة الناس وتساعد الناس وتسد تخلصات الوكادي طبعا ما كانش فيه ميزانيات في حينه كان ميزانيات بسيطة شاي وكهو بس لما سلم الدكتور سلام فياد هو اللي فتح على المخيمات هو اللي أعطى ميزانيات للمخيمات طبعا نحن منتلقى ميزانية لنقل على الطرق هذين اللي هي بدل ضرائب السيرات العمومي طبعا مش بهم هم هذين هذين بدل ضرائب السيرات العمومي بعطونا إياها كل سنة إنه للمجالس القرعوي والبلدية كل مباخد وبعطونا مشروع كل سنة يعني بيطلع على حسب عدد السكان بعطوا بكسموه المشروع يعني جلزوهم بيطلع لتقريبا 280 ألف دولار في السنة يعمل فيه المشروع طبعا تقدر استعمل مشروع فيه في السنة لأن 280 ألف دولار شو بدك تعمل فيه المشروع بدك را كدن عشر مرات تدعم المشروع طبعا أحبام أنا أحكي لك عن جلزوهم أول ما سرمتنا في 2011 عملت بني تحتية المخيم بشكل كامل كان فيه جوار المخيم كان المجاري كله في الشوارع فنفضنا المخيم صقرنا الجوار كلهين وعملنا بني تحتية كاملة لكل المخيم حاليا المخيم فيه أي مشكلة في المجاري خطوط المياه أو المجاري ولا في خطوط المياه خطوط المياه قبل فترة عملوا مصطعة المياه وما فيش وكل فترة نحن نتبع ومنجيب إذا حدا بيحتاج بيكون فيه تروت بنجيب المصلحة وبنجيب الدقاطرة في عنا لجة طبية في اللجة الشعبية ونعمل في حصات مخبارية ومنعمل في حصات مخبارية كاملة حيام المصطعة ولكن من هي الجهة التي من المفترض أن تدعم اللجان الشعبية في المخيمات فلما خلت سلام فياض كان أعطينا شوط مصاري هذا الحمد لله سكروا الحنفية هي طبعا الحنفية فتفيد إحنا أكثر ناس نستحق المساعدة إحنا أكثر ناس قدمنا نحن نزاود عن الناس بس إحنا اللي لازلنا نقدم لازلنا نعالي لازلنا قضية على مهب الريح ما ستسأل عنها الجميع لازم يفكر ويفكر بوعي كامل ويتمعان في الحكي الظلم الظلم لفترة طويلة يعني مصيبي ومصيبي الأكبر أنه في ست مليون لاجئة هذولة بيستنوا وكاعدين في حقهم وبدوا يرجع حقهم اللي بيقبل اللي بيقبل اللي بيقبل اللي بيقبل اللي بيقبل اللي بيقبل بس هذا الحق لازم يرجع ما أحد يقدر يأخذ منه خلينا نرجع للمساعدات لما جاءت حكمة رحمة الله سكروا علينا فالسرح صارت مشاكل بيننا ومن ثلاثة مظاهرات رجعونا إياهم بعد مثلا احنا محتجاجات ضد الحكومة هو المشروع واحد بـ 250 ألف دولار سنويا هذا لكل مخيم بعض وعد عدد حسب عدد السكان يعني الجلزة بطالت خريبا 280 هلنا عملنا احنا حقيقا نعمل مشاريع في المخيمات مشاريع تشغيلية والدر بصري وتشغيلية يعني أنا عملت مثلا قاطين أفراح وفي ممتزة جنبين هذول منهم بتشغيل الناس وبنهب الدر الدخل على اللجنة فتحتل المشاريع مثلا جديد في المخيم برى المخيم خفف أزمة السير عن المخيم عملنا مشروع مدرسة ثانوية حساب الألمان صار عنا مدرسة ثانوية حساب الألمان يعني يعني ممكنش عن مدرسة ثانوية تعرف كانوا الاحتلال اللي بتعنا برى مدرسة تمام وفي مشاريع تقريبا في مشروع طاقة شمسية وفي مشروع اسكان احنا رفعين الارض بس في مشكلة على الارض يعني العدلان حكمة الحمدالله سكرات الحنفية زي ما حكيت بعدين عملتوا مسيرات واحتجاجات فعادوا فتح الحنفية ماذا عن الواقع اليوم الواقع يعني تعيس برضو يعني لا فيش جديد نفس الاشي وعدات وعدات واكثر السنتين هذول ما انت عارف كورونا وفيش مصاري وفيش دعم وفيش كذا يعني كل بعيد في الوطن الغني بعيد والفكير بعيد بالتالي لا يوجد موازنة محددة مثلا للجان الشعبية داخل المخيمات بشكل سنوي تعتمد على الوضع المادي عند السلطة اذا في مصاري في مصاري للجميع اذا فيش مغفش للجميع مسئولية توفير هذه الموازنة هل هي دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ام مسئولية الحكومة مسئولية من شوف ومفروض مسئولية دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي احنا المكتب التنفيذي مسئول عن اللجان الشعبية بعيد عن الدائرة طبعا يعني المفروض الجهتين بس اللي بحقق كاعدة المكتب التنفيذي كل المطالب هذه التحققات وكل الإنجازات اللي حققناها من سلام مفياض لليوم كلها حققها المكتب التنفيذي اللي لا سدر شو اللاجئين ضعيفة جدا ببطلبش يعني ولا ولا إيش حققونا من اليوم هذه الدائرة اليوم اللي حققوا كل هذا المطالب اللي هي المكتب التنفيذي واللجان الشعبي لماذا هذا التقصير من دائرة شو اللاجئين يعني هل هو تقصير برأيكم هو تقصير كبير تقصير كبير مش تقصير شوي يعني مفروض رئيس الدائرة وقعوده من الجزة مفروض يكون سباق في الدفاع عن اللاجئين وعا قضاياهم مش بس مع الوكاري هو مش تلم مع الوكاري بس أنا اليهود فيه لمليون ألف شغلي أنا أنا مش 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 مشكلة بس بدي مصاري أو بتطلق مساعدات أنا مشكلة بس نرح وقع بلدي بالدرجة ما حدا ما رجعنيش وما حدا يقدر يلغي هذا الحق نهائيا هذا الحق لازم ترسخ بعقول الناس جميعا اليهود كانوا روحوا عليهم وننسى عندما تراجعون دائرة شوان اللاجئين حول مسؤولياتها تجاه المخيم ماذا يكون الرد في العالم فيه اجتماعات دورية بين نوبيرهم طبعا التقسير موجود عندهم وهم بيباكدوا على التقسير بيقولوا أن التقسير موجود وهذا اللفذينا يعني هو برضو فيه معادلات رئيس الدائرة بيحسبها وبيحسب المعادلات الثانية فبيخافوا يعني فيه الشعالي بدها بدهاش خوف الشعالي بدها أنت بتدفع عن حق حقوق ناس لازم تطالب للناس هات بحقوقها نحن نتلقاش إلا واحد في المية من المساعدات اللي بتيجي المساعدات هذه اللي بتيجي للسلطة وللوكال اللي بتيجي للناس الغلابة الناس الغلابة لا يتلقون منها إلا القليل القليل جدا جدا ماذا المساعدات الحكومة اللي لأسف الشديد وعدت المخيمات خمسين ألف مرة تساعد المخيمات ومساعدت الشلان ولا أي شي الصندوق العربية برئاس تخونا الوزير نصر وعدم جاملنا مشاريع وهي جاملنا كيف منه شريع ها في أمل أنه بس الوزارة التانية الوزارة التانية لا يجد تبقى اليوم لما تروحوا تجلسوا مثلا مع حكومة اشتايا ماذا يكون الرد وعدات بيوديك على المحر برجعك عشان يعني أول ما أجل واستلموا يقعدنا معا أقررنا ثلاث مليون دولار مشاريع ومساعدات للجان لليوم نغض فيه لليوم ماذا تتوقع يعني المفروض أنه أي حكومة تيجي بعد الحكومة السابقة أنه في الساعة تنجز أخطر أو تعطي أخطر مش تخلص أو توقف الدعيم في النهاية المواطن في المخيم يدفع الدرائب يعني مثلا من رأس تخصم الضريبة عندما يتجه لشراء مثلا المواد الأساسية الغذائية يدفع درائب عندما مثلا يقوم بشراء البنزين أو السولر يدفع درائب غيره من المواطنين الآخرين ولكن للأسف الشديد لا يأخذ خدمات في المقابل ما يدفع المواطنين الآخرين ما رأيكم بهذا الواقع؟ هذه مشكلة طرحناها عدة مرات أننا ندفع دريبي نحن كلنا ندفع حتى المحل اللي تشتريب منه في المخيم ما هو بيقع دريبي ما دفع دريبي طوال فإحنا عمليا ندفع دريبي طب وين المقابلة الدريبي شو بتعطونا أنتم بقبلها طبعا كلها وعدات تفسري شو بوعدوك وعدات قال فاضي شوف إحنا عرب إحنا عرب بالأسف مجيش إلا بالقوة أو بتدفعش يعني أنا باجي عليك كبسقول يا أخي واحد ثلاث أربعة خمس ست بتقول لها على رأسي بلف على الثاني على رأسي بلف على الثالث على رأسي بلف على الرأسي وبعدين بتشوفش شي فاللي مرة برجع عليك نفسني شوف تشوف توقع مني توقع كلها أضرب لأتعظيم سلام لا بدي أطلع تبضيك بوهرات بدي أكيمك لأنه أنت واكف تتحقي أنا حقي بدي إياه حقي بدي إياه من ثلاث جهات حقي كلاجئ أولا يهود ثانيا الوكالي ثالثا الحكومة اللي هي الدولة المستطيفة فيه لنحقوك عندهم الجميع لازم يجيب في المقابل البعض يقول أن المخيمات غير منتزمة بيدفع فواتير الكهرباء يعني هذا الموضوح أولا نصف المخيم مدفع ثانيا الكهرباء يعني إذا بنحسب الكطاع الخاص كيف عليه كهرباء عليه فوق الأربعين في المئة فوق أكثر من أربعين في المئة إحنا المخيمات يا دوب ثلاثين أو خمس ثلاثين كل المخيمات وباقي الديون على الكطاع الخاص على السلطة ليش بطلبوا في المخيمات ليش بقال المخيمات قبل ما تحك عن المخيمات أول شي ضبط الشبكة للمخيم شبكة الكهرباء التي هي المارية تضبطها هذا واحد ثاني أنا كلا جي لماذا ندفع كهرباء لماذا ندفع للوكالم وكالةację تدفع وكالة Bridge لماذا ندفع كان علي وكال الحكول معد في الصغل عيني كاملة كيف يدفع كهرباء مياه ندفع قهراء وماء بالرغم أنه قلت لك نص المخيم بدفع وهذه مش حجة أنه كله بدفعوش قهراء وماء بس سلطة بدفع عنا شركة القهراء ملاش دخل هاي مدفوع عنا للـ 2020 شو دخلون بس حجة المخيمات والقهراء بعد حجة يعني ما حدا لازم أحكي فيها ما حدا لازم آخر إيش اللي يازم أحكي فيها هذه تخليص خدمات الأونروا كما قلت بنسبة 80% كيف أثر ذلك على المخيم يعني أثر بشكل كبير أولا زادت في العيال الفقيرة في البخيم ثانيا قلصوا من العمال كثير طبعا السكرت أخطر من من قسم السكر فوقفوا العمال عمال كانوا اشتروا على اليومية ووقفوهم برضو حوالي بجوز 70-80 عامل هذول ووقفون في الفتر الأخير غير اللي ووقفوهم شوي شوي تدريجي يعني هذه نحكي أنه ضربتين ضربي للناس وضرب من الموظفين الوكاليين حاليا فيش توظيف في الوكالي وحاليا فيش شي مساعدات يعني يا دوب في الصحة والتعليم واشي بسيط جدا في موضوع الصحي عيادة صحية واحدة لأبعطافر ألف مواطن فيش مرات أكمول بتلك فيش فيها الأكمول حتى من اقتع مرات من العيادة يعني معظم الناس حتى مش ترينهم ده وبيجوا ويجيب لك الرشيطة مش موجود في العيادة بكتر تشتري ليها من الصدر هل هي عيادة صحية بالاسم يعني مثلا بيها تقريبا بالاسم إلها سبعين سنة فيها دكتور واحد دكتور واحد ومش لجلزهم بس وللمنطقة المحيطة كل الناس في المنطقة المحيطة بيجوا تعالجوا فيها فاتصورت لدكتور وشو بعالجك الدكتور غير إنه بكلك فيش دوا فيه مختبرات فيش أشعة فيش سبعين سنة ثلاث سبعين سنة فيش أشعة فيها من يتحمل المسؤولية طبعا الوكالي الوكالي تتحمل المسؤولية الأولى لأنها مسؤولة عن المخيم مسؤولية بالباشرة وكالة الوارض وثانيا نتحمل الدولة المضيفة اللي هي مشواكفة مع اللاجئين في المخيمات يعني في الأرض الروح إذا الوكالي عملتش الحكومة الوارضية بتنطف على طول بتكلهم ممنوع عنا عنا قلتوني من أن نعمل واحد من ثلاث كلك دخيلة كنعمل يش فعطة بدون ما يشاء بتعمل شدد الوكالي خدمات تقليص الخدمات الوكالي أثرت على واقع النظافة داخل المخيمات رأينا ذلك يوم أمس عندما تواجهنا إلى المخيم هناك مشكلة نظافة حقيقية لا هي مشكلة النظافة يعني غير إنه فيه تقليص في الموظفين السيارات فيش يعني ممكن تقرب السيارة تقعد يوم يومين تأتيك السيارة وبأخذوا ناكلة وناكلتين في اليوم بس فش بدك تلحق ناكلة وناكلتين في اليوم هذا لازم 24 ساعة شخص غير يضل السيارة موظفين لكل ألف واحد موظف واحد لكل ألف وفيش شيء لكل ألف موظف يعني حاليا فيه عندنا 14.100 فيه تسع عمال بس اللي بشتروا فيه نقص العمال وفيه نقص كمان شو لألف واحد لألف واحد هذه مشكلة بردنا وبالتالي أنت تقول بأن هناك تقصير من جهات مختلفة الحكومة الأونروا دائرة شؤون اللاجئين كل هؤلاء مقصرين بالمخيمات أنت هكذا تقول صحيح ما الحل الحل يجب الاهتمام جميع عضو الناس يجب أن يهتم أولهم الوكالي والحكومي يجب أن يهتم أكثر بالمخيمات يجب أن يهتم بشكل المخيمات على رأسها أزمة السكن غير أنه إذا أنا أريد أن أعيش حياة كريمة شو الحياة الكريمة ووفر لبيت ووظيفة ومحترمي هذه الحياة الكريمة مش هذه الحياة الكريمة بس أنا إذا لم يكن لدي بيت ومش متجوز ومش متعلم هذه حياة هذه مش حياة نتابع هذا النقاش ولكن بعد فاصل قصير نعم أهلا بكم مرة أخرى يعني رغم كل هذا الواقع الأليم الذي تحدثنا عنه في سياق هذه الحلقة ما هي أبرز المشاريع التي قمتم بتنفيذها على أرض الواقع كالجنة شعبية في المخيمة يعني كنا بمشروع اشترينا العاشرة أردنا بأرض أعملنا عليهم منتزة متنفسة الناس فيش منتزة يتعينها وعملنا دقاطين وتعتاد الأغراض بنشغلين كمان في الأعراض هذول هذول بشغل الناس هذول بدر ندخل عن الناس بردنا في عنا كمان ناويين نبدأ عليها مركز ندريب مهني تعرف الجامعات في عندها يعني نسبة كبيرة من الطلاب والاختصاصات ومرميين نحن بالنسبة لنا المركز المهني يعني للشباب الكاعدين المسجين اللي بروح من السجين تعلموا صنع أكل ما فيها أحصل مليون مرة ميرتمي وظل كاعد أو يشطل عمل وشغلين على طاقة شمسية مشروع طاقة شمسية كمان في المخيم من يخلص بالكهرباء وشغلين على مشروع اسكان للمخيم طاقة شمسية على أسطح المنازل لا طاقة شمسية على أرض للمخيم كله لأن المنازل أسطل أيدا للسقوط يعني كثير منها لا 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 خزنات كلنا بصلا لا 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 يوجد قطارين طاقة شمسية للمنازل الآن أنا بعدت قطار غير حكومية اشتروها وابنونا فيها أو احنا عطونا إياها وإحنا بنبني الحكومة تواصلت مع الحكومة صحيح صحيح بعدت لهم قطار الأرض وكديش يعني عندهم موجود كل شي وفي أرض حكومية بس عليهم المشكلة عليهم قضية هل جاءت الموافقة على قطعة الأرض لا 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 نفش موافقة لا 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 نفش لأنه بعيده وحكولي بنعطيك من الأرض التانية تحت الحكومة بس في عليها قضية كيف جاءت لي منها ما هذا المشكلة بالتالي المشروع الطاقة الشمسية مشروع متوقف بس من عنده متوقف عندهم فيش أرض احنا مشكلة نتا في الأرض في المخيمات فيش أرض يعني هاي زي ما شفت السكان بإمكاننا نستولي على الأراضي اللي جملة بس هذا خرم صح يعني مش منطقة روح أرض واحد مسخمة بس إذا زكرت فوجه ده روح أخي ببني بتعريد أنا بدير سجي هدي دار حتى بسجي هد بس رعب الرواقع مواصل ناشت مرة هذه المستوطناء تبري حاجين كل يوم بيقولوا تبددت المستوطناء بأخذ أرض بحج التبدد وبصادر الأرض صح؟ طب إحنا إحنا 73 سنة وإحنا مكتفين ما تبددناش أخي والله ما تبددنها بدنا نتجبدلنا شوي أكلم فيها وإذا تجبدنا مسيبي إذا تجبدنا بتروح كل المنطقة طيب إحنا بدنا نكون يعني نتوجه في نهاية هذه الحلقة إلى موضوع الرسائل ما هي الرسائل الأساسية للأونر وتحديدا ماذا تتقلون لهم؟ يعني أنا أحب أوجه رسائل الأونر وأنه تركز على قضية الشعب الفلسطيني قضية سياسية وقضية حق إحنا مش شغل الشحدي وتموين وتحين وغير تحين وشغلة زي هيك المفروض الوكالي أنه ترفع قضيتنا للمجتمع الدولي بشكل أفضل تنقل الصورة بشكل أفضل تنقل صورة حقيقية مشتكفة مع اليهود ضدنا لأنه بطامروا حليا مع الأمريكان واليهود ضدنا عشان ينقدماتهم لأنه الشهد الوحيد على النكب اللي هي الوكالي المفروض الوكالي تظل حتى لا تظل العدم بتاعها أنا هيك منحكي أنا بدي وعليه قلت لك لأنني كنت موجود لا وكالي مكبالش فيها يا زر مكبالش أكون شحاد كرامة تسمحني أكون شحاد أنا شوفت عشدغل في الوكالي تسع سنين وشوفت كيف الناس تندل مشكلة هذه مشكلة كبيرة نظلينا نظلينا كثير ولا يجوز للمظلولين لا يجوز هذا الرسال أنا الواجه الرسالة للوكالي أنه تذكر الصورة حقيقية وصورة الواقع الفلسطيني وصورة المخيمات الفلسطيني للمجتمع الدوري ولا يطلقون بشكل صحح بشكل صحح وبحق وتكون بواجبها على أكمل واجه وإلا إحنا مشرحين نقدر نظل صابرين على الوكالي لا أم تظل صابرين يعني هي على الفاضي موجود ما بدي فيها مدى مع الفاضي يأمر بكم بعملها يأمر رسالة للحكومة الفلسطينية ما تتقوم الحكومة أنا أكد أنه لازم تدعم المخيمات وتزيد دعم المخيمات وبأسرع وقت ممكن الوضع في المخيمات محتقن جدا الشباب فقدين الأمل كعدين عن الشغل لا جيزي ولا شغل ولا عمل أنا أحذر أنه إذا ما كانش فيه اهتمام أكبر على المخيمات شباب المخيمات رأي تكون مأساة رأي تكون مأساة عقية من الجار من حضر الجميع الوكالي والسلطة لأنهم بعرفون أنه جهتين بعرفون أنه في اعتقان في المخيمات وبعرفون أنه في خلل في المخيمات عليها فايش ما تستند استند أنه يجي الكتوم للشباب هذول بكرة من الكتوم جهت ثاني وبعدين سير نعيط وعند صابعنا لما يجي الناس أو لما أخلف لك جين متخلف مش متعلم شو بيساوي في البلد مش بيدي البلد الجاهل بيدي البلد ما هو جاهل فالمشكلة المشكلة هنا المشكلة أنه لازم يزيدوا اهتمام في شباب المخيمات في المخيمات يوسعوا المخيمات يقلصوا عدد البطال في المخيمات يعني هذين المخيمات بدك تعمل مشاريع أيضا جب المخيمات اللي تشغل الناس لازم مشاريع تكون كبير جب المخيمات ما فيه أراضي ما يجوا عمل مشاريع طيب أنت تقول بشكل واضح وصريح بأن الكل مقصر لا يدعمون لا يهتمون وبالتالي يعني ما سأ بوجود اللجان الشعبية في المخيمات لماذا لا تستقلون مثلا كتعبير عن الاعتراض عن هذا الواقع يعني هناك تفكير بالشكل نفكر وحددنا أكثر من مرة بالاستقال بس الفراغ اللي بتركه في المخيمات مشكلة بردو إذا تركت الفراغ في المخيمات تفلت الأمور وإذا تفلت الأمور ولا أنا ولا أنت لو أن نقعود في المخيم ما بتقدر تضغط بها في ظل هذا الواقع اللي وصفت لنا هل تعترفون أنتم في اللجان الشعبية بأي نوع من التقصير يعني نشوف التقصير موجود ليس مننا أشخاص تقصير موجود من المواصلين عنها سواء في الوكانة أو الحكومة نحن موجود مقصرين لأننا مش هاجبين عليهم بشكل جدي لأننا مش مطالبين لازم نطالب بشكل جدي ولازم نبس تفرون في مرة تسمع لك في حال استمر هذا الواقع على حاله هل ستقدمون استقالاتكم نعم في حال استمر سنسكر اللجان ونقدم استقالاتنا ونفلت الوضع رأي يفلت الوضع وممنوع أحد يسمح لنا ممنوع للعلم يعني يعني لسكرنا اللجان ممنوع أحد يجي يكون بدي انتخابات أو بدي جزبه إلا لما تتحقق مطالبنا إذا تتحقق مطالبنا مطالبنا كبيري ساعة تتحقق تتحقق بضم بشكل لاش الكثير من القضايا بحاجة داخل المخيمات رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجبزون محمود مبارك شكرا لك على هذا اللقاء أعزائي متابعي شبكة وطن الإعلامية انتهى وقت حلقة برنامج ساعة رمل نلتقي بكم في حلقة جديدة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء أعطيك العافية شكرا للمتابعة